الدباب الجديد راح يسجل دخول يوم الثلاثاء القادم فيلا نخش في المقطع اذا كنت بتفاصيل اكثر عن الاشياء الموجودة في هذا المقطع راح اترك لك مقاطع في خانة الوصف توضح لك هذه الاشياء بتفاصيل جدا جدا مهمة هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد طبعا على حسب اخر التسريبات من فوكس سناب وفن ام دابليو ثري فانه يوم الثلاثاء القادم راح يكون موعد نزول الدباب الجديد الوسطوري اللي تشوفونه في الجيم بلاي طبعا تقريبا 95% من مجتمع جراند اول ما نزل التحديث كانوا يدورون على اللي هو الدباب اللي يطير الجديد هذا لكن للأسف هو طلع على شكل دريب فيدس او على شكل دفعات يعني كل ثلوث ينزل شيء فيوم الثلاثاء القادم راح ينزل هذا الدباب اللي يطير الجديد طبعا تتوقع انه راح ينزل لحاله لا راح تنزل معه عدة اشياء من احلى الاشياء اللي اه في التحديث طبعا هذا كله راح يكون يوم الثلاثاء او اربع ايام من اليوم طبعا حبيت اقول شيء في يوم الثلاثاء هل تبغون نفك بث يعني ونشوف يعني نجرب الدباب نصلح ونتونس مع بعض هل تبغون بث او لا اكتبونا نفخانة التعليقات اما الان فيلا نخش في المقطع ونخش في الاخبار على حسب اخر التسريبات من فن ام دابليو تو ويان اخر التغريدة بينهم كانت تقول اللي هو coming to gta online next Tuesday او قادم ل gta online يوم الثلاثاء القادم راح يكون في اربع اشياء جديدة من افضل الاشياء او اللي الكل كان انتظرها واحد اللي هو التيرر بايت او الشاحنة اللي تكلمنا عنها كثير جدا اثنين اللي هو الدباب اللي يطير mark 2 او الدباب الجديد وراح يكون فيه اللي هو new missions او مهمات جديدة وراح يكون في دي جي جديد او اخر دي جي ممكن ناخذه اللي هو black madonna اللي انتظرناها كثيرا وها هي توصل اه يوم الثلاثاء القادم يعني يوم الثلاثاء القادم راح تنزل اربع اشياء اخذ بالك معايا واحد اثنين اللي هو الدباب اللي يطير الجديد اللي هو mark 2 اه ثلاثة اللي هو new missions اربعة تيرر بايت في الله خلونا نفصل في كل واحد او نذكر مميزاته كذا على السريع خلونا نتكلم عن اللي هو الدباب اللي طير طبعا اول شي راح نتكلم عن سعره راح يكون له سعرين السعر بانك تشتريه بشكل مباشر راح يكون تقريبا سعره ثلاثة مليون وثمامية وتسعين الف عشان تشتريه بشكل مباشر السعر الثاني يكون بتخفيض تقريبا باثنين مليون وتسعمية الف كيف تفك هذا السعر المخفض بكل بساطة لازم انك تعدي خمسة مهمات من مهمات الشاحنة الجديدة او التيرر بايت اللي تكلمتكم عليها في مقاطع سابقة بالنسبة لأسلحة الدباب اللي طير الجديد راح تكون ثلاثة اسلحة واحد الصواريخ الذكية او الصواريخ اللي تلحق العدو هذا واحد اثنين اللي هو الاكسبلوسيف ام جي او الطلقات المتفجرة هذا سلاح جديد في قران ثلاثة راح يكون اللي هو الرشاشة العادي جدا اللي كان في الدباب اللي طير اللي قبل هذا العادي يعني رشاشة عادي اللي قد جربناه في الفاتمان ولا الدباب اللي طير اللي قبل طبعا للأسف انه لازم تستخدم اللي هو سلاح واحد او تركب سلاح واحد من الثلاثة يعني ما تقدر تركبهم كلهم لا سلاح واحد فقط طبعا من اهم الخصائص في الدباب الجديد اللي طير انه فيه لهم شتت الصواريخ يعني اذا واحد جاك رسل لك صاروخ تيت 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 انت فقط تضغط سهم يمين على طول يتشتت الصاروخ اللي راسلوا عليك بهذه الطريقة هاذي من أفضل الأشياء في الدباب اللي طير وطبعا الدباب اللي طير يتعدل فيه اللي هو تيرر بايت فقط على حسب اخر المعلومات فانو فقط يتعدل فيه اللي هو تيرر بايت ما ادري اذا كان يتعدل في الليموسيا او الفينجر لكن اللي نعرفه لحد الان انه فقط يتعدل في probabilities طيب بالنسبة لي اللي هو تيرر بايت راح يكون سعرها مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين الف بدون اي تعديلات طبعا زي ما قلت لكم اللي هو تعديلاتها جدا جدا رهيبة اول شي راح يكون فيها اللي هو هم شي راح يكون فيها اللي هو تورت ستيشن او اللي هو حق اللي يطلق صواريخ يعني خطوة دفاعية يطلق صواريخ على العدو ثاني شي راح يكون فيها درون ستيشن او محطة التحكم بالطيارات الصغيرة اللي تكلمنا عنها عديدا ورح يكون فيها اللي هو الويبن ووركشوب او مكان تعديل الاسلحة ورح يكون فيها مكان تعديل السيارات او مكان تعديل الدباب اللي يطير طبعا بكل التعديلات التيرر بايت بكل التعديلات تقريبا راح تكلفك ثلاثمائة ثلاثة مليون وثلاثمائة الف دولار تقريبا عشان تركب لها كل التعديلات يعني هذا التيرر بايت من اهم الاشياء في التحديث الجديد واللي لازم تشتريها بالنسبة لي اللي هو تيرر تستيشن في التيرر بايت راح يكون شكلها زي كذا اللي هو تطلق صواريخ على العدو طبعا يعني يجيك جد ولا حاجة انتو تستلموا على طول بالصواريخ هذه لانها صواريخ جدا جدا قوية طبعا بالنسبة لي اللي هو درون ستيشن او الطيارات الصغيرة اللي نقدر نتحكم بيها من الشاحنة او من التيرر بايت اول خاصية فيها راح يكون فيها خاصية الصعق يعني انت تتحكم بالطيارة الصغيرة توصل للعدو تصعق و تهرب على طول تهرب اذية دوتكم هاذي اذية اذية دوتكم صراحة جدا جدا عجبتني بالنسبة للشيء الثاني فيها راح يكون اللي هو انها تفجر نفسها جنب العدو عرفتك كيف يعني انت تقعد تتحكم بيها من الشاحنة من التيرر بايت تتحكم بيها توصل جنب العدو تفجر نفسك لما تفجر نفسك يعني الشخص اللي انت فجرت نفسه يموت يتوفى على طول ويحسب لك انت واحد يعني حاربت مع واحد ما اخذ نتيجة ولا حاجة تروح على تيرر بايت ترسله درون وتفجر نفسك تكسب نتيجة يعني زي ما قلت لكم اذية اذية جدا وفيها برضو خاصية جدا جدا رهيبة اللي هو خاصية السرعة هذي كلها كل اللي راح نتيعني التيرر ستيشن والتيرر والدرون ستيشن هذي كلها في التيرر بايت يعني التيرر بايت لازم تشتريها وبرضو في التيرر بايت راح يكون في خاصية اسمها اللي هو البلاير سكنر او فحص اللاعب تروح جنب اللاعب تروح تشغل اللي هو البلاير سكنر يفحص لك اللاعب يقبل عاشا كله يطلع كل المعلومات اللي فيه يطلع اي دي ورانكو ارباحو كمال كي دي حقو كم قتل كم مات اشتلاحو المفضل يعني يقبل عاشا يطلع معلومات كثيرة جدا جدا عن الشخصية اللي انت فحصتها يعني التيرر بايت فيها خصائص جدا جدا كثيرة ومرة ما راح تندم على الفلوس اللي دفعتها فيه طيب بالنسبة لي التسريب اللي بعدو برضو راح يخص اللي هو الشاحنة زي ما قلتلكم كل شي راح يتمحور حول الشاحنة طبعا قلتلكم في مقاطع سابقة انه راح تكون فيه زي المهمات اللي كانت في الامو سي فاتسربت معلومات عن اللي هو هذه المهمات هذه المهمات بكل بساطة راح تقدر تسويها في سيرفر عام فقط في سيرفر عام يعني المهمات راح تكون زي اللي هو الفري مود او اللي راح تسويها في اللي هو السيرفر نفسه وممكن اللاعبين يجون يشاركون برضو معاك يخربوا الى آخره طبعا يقول لك فوكس سناب قال عنها انها لازم نتكون في سيرفر عام وانه الارباح تكون اللي هو ثلاثين الف وطبعا برضو قال انه في اللي هو عشان تعيد نفس المهمة لازم تنتظر اللي هو نص ساعة وعشان تبدأ مهمة ثانية لازم اللي هو تنتظر خمسة دقائق بين مهمة ومهمة طبعا المهمات راح تكون جدا جدا خرافية وان شاء الله اذا ترربت هذه المهمات راح نزلكم اياها لانها راح تكون فيها فعاليات جدا 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 كثيرة طيب بالنسبة لي اللي هو موضوع عن الثاني موضوع عن الثاني بكل بساطة راح يكون عن اللي هو الشاحنة برضو وراح يكون عن اللي هو ادارة اعمالك عن طريق الشاحنة طبعا اول شي زي ما قلت لكم اللي هو الجوبز وشرحناها وكل شي تمام طيب ثاني شي اللي هو اير فلايت او اللي هو الكاراتينة الهانقر زي ما تشوفون تقدر تطلب كرتون وعلى طول تتوجه تروح تجيبه من الشاحنة ما يحتاج انك ترجع لي اللي هو الهانقر عشان تطلب اه كرتون وبرضو يمديك اللي هو تاخذ لك سيارة من نفس الشاحنة وبرضو اللي هو اه تسوي لك اللي هو القن رانينج سيبلايز او تاخذ سيبلايز للي هو البانكر وبرضو طبعا هنا ما يقدر ياخذ له كاراتين لان هو اصلا ما عنده اه مخازن فاذا كان عندك اللي هو مخازن فبالتالي تقدر تطلب ثلاثة كاراتين اللي هو للشركة طبعا اذا كنت بدير هذه الاعمال التالية اللي هو الهانقر اه والكاراتين حق الشركة والسيارات حق الشركة واللي هو القن رانينج او اللي هو البانكر لازم انك تكون مسوي لك سي او او واذا كنت تبغل اللي هو نادي الدراجات الحشيشة الويد وما ادري ايش هذه لازم انك تكون ام سي بريزدنت او رئيس لنادي اللي هو الدراجات زي ما تشوفون في هذا المقطع طبعا ممكن مع شرحي ما تفهمون لكن مع اللي هو الفيديو راح تفهمون بشكل كامل والتكتكة لها يعني بشكل جدا جدا رهيب بالنسبة لاخر خبر راح يكون عن اللي هو الديجي الجديد او ذا بلاك مادونا طبعا راح تنزل يوم الثلاثاء القادم راح نقدر نجيبها لنايت كلوب حقنا تلخيصا لمقطع اليوم يوم الثلاثاء الجاي او بعد اربع ايام راح تنزل اربع اشياء من افضل الاشياء واحد اللي هو الترر بايت او الشاحنة الجديدة اثنين الدباب اللي يطير الجديد ورح تكون فيه مهمات جديدة ورح يكون فيه اللي هو الديجي الجديد او ذا بلاك مادونا كلها راح تكون يوم الثلاثاء الجاي او بعد اربع ايام تقريبا طيب بكذا وصلنا معاكم لانهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة رابط كلاني في خانة الوصف اذا كنتي بتخش قلو لان هل تبغون بث مباشر او لا شكرا لكم على الدعم شكرا لكم على المشاهدة سلام